التقى الفريق اول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بسيد وزير دفاع جمهورية اليونان السيد نيكولاس باناجي يوتوبلوس والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة ايام حيث اجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين وعقب مراسم الاستقبال عقد الوزيران لقاء موسعا تناول اخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين واعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية اليونان وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة اواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية والامنية من جانبه اكد وزير الدفاع جمهورية اليونان ان العلاقات المصرية اليونانية تشهد تطورا في جميع المجالات مشيدا بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطه الاقليمي والدولي وتحقيق الامن والاستقرار بمنطقة الشرق الاوسط حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير اليوناني بالقاهرة والملحق العسكري لجمهورية اليونان بالقاهرة